ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووافق أهلنا وقربت إلنا في ديننا مع أهل القتر أنت وذكر ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا رحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وليلة مباركة إن شاء الله وأوقات فاضلة نقضيها إن شاء الله برفقة العلم والعلماء وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج الإفتاء المباشر زدن علمنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم في هذه الحلقات من علمه وفضله وأن يوسع إن شاء الله مداركنا وأن يحسن إن شاء الله أخلاقنا وأن يباركنا ولكم فيما نتعلمه وفيما نسمعه وفيما نحضره من هذه المجالس المباركة أيها الأحباب زدن علمه هذه النافذة المباركة التي نتيح لكم فيها التواصل مع العلماء وطرح أسئلتكم سواء كان بالاتصال المباشر وأيضا كذلك بإمكانكم إرسال أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا واسمحوا لي طبعا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف حلقة أو حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عمر بن حسين الخطيب وضيفنا هو مدير دائرة الفتاوى الشرعية والبحوث بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بمدينة تريم وأيضا هو مدير مركز تريم للبحوث والاستشارات الفقهية وضيفنا كذلك هو مدرس الفقه والعلوم الشرعية بدار المصطفى للدراسات الإسلامية بمدينة تريم بحضر موت اليمن ونذكركم بأننا نستقبل أسئلتكم في بداية هذه الحلقة في فقرتها الأولى والثانية وبإمكانكم كما أسلفت طرح أسئلتكم سواء كان بالاتصال المباشر أو كذلك عبر تطبيق الواتساب ولعنوين تظهر أمامكم تباعا أسفل الشاشة أرحب بكم أيها الأحباب وكذلك أرحب بضيف الكريم حياكم الله شيخ عمر وسعداء بالجلوس معكم وبالاستماع إلى حديثكم صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إن شاء الله بما سمعنا في هذه الحلقة شيخ عمر طبعا الرسائل الأمامي كثيرة والأسئلة وردت كثير من السادة المشاهدون وكذلك هناك بعض الأسئلة جاءت تعقيبا على ما ذكرتم في الحلقة الماضية من الكلام على ما انتشر في هذه الآونة من الأمرض والتوجهات التي ذكرتموها التي أوصى بها توجهات النبوية وكذلك التوجهات الشرعية التي أوصى بها العلمة ونبهوا إليها الصالحون في كيفية التعامل مع هذه الجائحات أو هذه الأمراض التي ربما تنتشر من حين إلى آخر ذكر أخي أبو أنس طبعا من سوريا وأبدأ به هذه الحلقة ذكر طبعا مجموعة من الأسئلة وفي بداية أسئلاته ذكر استدراك لما ذكرتم في الحلقة الماضية من أنه يجب على المسلم التنبه والتحذر من هذه الأمراض وأن يقوم بالأخذ الحيطة والحذر واتباع رشادات السلامة وبعض الإجراءات التي ربما تفرضها وزارات الصحة أو الدولة المعنية بحفظ سلامة المواطنين وغير ذلك وذكرتم أنها من قبيل الاهتمام ومن قبيل مسؤولية الإنسان وفرد في هذه الحياة وهي كذلك من الواجبات الشرعية التي يقوم بها ذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه في الحديث أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هم ولا صفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفى في هذه الحديث العدوى فقال كيف هل هناك تعارض أو هل هناك فهم ربما عجزنا عن فهمه في هذا الحديث كيف نجمع بين نفي النبي صلى الله عليه وسلم للعدوى وأن العدوى الإنسان ربما يعدو أخيه الآخر وبين أن نقوم بأخذ احتياطاتنا والإجراءات الأمن والسلام حتى نحد من انتشار وتفشي الأمراض الحمد لله وبارك الله واستشكال أخي أو تفاهم أخي في محله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صيرة ولا هام ولا صفر ولا غول وفي الصحيح لا عدوى أي لا يعدي شيئا شيئا في الحديث أنه قال له إن الجبال إن الجمال تكون صحيحة كأنها الضباء يرد عليها الجمل الأجرب فيجربها قال صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول إذا نظرنا إلى هذا الحديث ونظرنا إلى أحاديث أخر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذون فرارك من الأسد ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نورد صحيحا على ممرض ومنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان ببلد فيها طاعون أن يمكث فيها ولا يخرج ومن علم أن بلدا فيها طاعون لا يدخل إليها توجهات كلها جاءت من رسول الله نظر العلماء بعد ذلك إلى ما يشبه التعارض لهذا هناك تعارض فمنهم من مال إلى الجزم بأنه لا عدوى ولا يعدي شيئا شيئا وهذا مال إليه الحافظ ابن حجر الاسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى وعليه ألف كتابا سماه بذل الماعون في فيضل الطاعون الشعاد في هذا الحديث ولكن الذي مال إليه معظم المحدثين فهو الذي رجحه العلماء أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أراد أن ينفي ما كان يعتقده الجاهلية من أن شيئا يصيب شيئا بذاته إنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى وإنما هذه أسباب إن شاء الله أمضاها وإن شاء وإن شاء لم يمضها سبحانه عز وجل وأمرنا من باب إقامة الأسباب أن نفر من المجدون فرارنا من الأسد ونهانا من باب إقامة الأسباب أيضا أن نورد صحيحا على ممرض فهذه من باب إقامة الأسباب والأخذ للوقايات ولأنها أسباب ربط الحق عز وجل بينها فإذا جاء شخص صحيح وكان بجانبه ورجل مريض كان من شأن مرضه ذلك أن ينتقل إلى الآخرين فقد رتبت حكمة الحق تبارك وتعالى هذا الانتقال بعد ذلك الأمر إليه هل هذا الأصل في الحكمة الأمر لله عز وجل تارة ينتقل وتارة لا ينتقل لو كان هذا الشخص المقابل شخص صاحبي يقين وإيمان بالله ثابت لن ينتقل قوة المناعة الباطنية عنده ستجعل هذا المرض حتى ولو كان من شأنه أن ينتقل لا ينتقل إليه أكل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع مجذوم وقال بسم الله ثقة بالله وتوكل على الله وأكل صلى الله عليه وسلم لكن عامة الناس ليسوا بهذه لا ليسوا بهذه المثابة فكان المجرى الصحيح لعامة المسلمين هذه الوقايات أن يتقي بعضهم بعضا وأن لا يرد صحيح على ممرض ولا ممرض على ولا بريض على صحيح فكان هذه الوقايات فنقول له استشكالك في محله والحديث محمول إما على نفي العدوى التي تعتقد في الجاهلية من حيث إعداءها بذاتها وإما أن يكون هذا في حق أرباب اليقين هذا في حق الأرباب أما عامة المسلمين فالأصل أن يقيموا الوقاية بينهم على مثل قاعدة أعقلها وتوكل على الله مع علمنا بأنه لا يمرض مريض إلا بإذن الله وكذلك مع التنبه أنه ليس كل عدوى تعدي كل أحد فبعض العدوى بعض العدوى هي تكون في كبار السن وبعضها تكون في الصغار وبعضها تكون في الشباب وبعضها تكون في النساء فعلى كل حال إذا استوعب الترتيب الكوني سنن الكوني لذاته الله فأنتنبه لذلك إقامة الأسباب مع ثقتنا بالله وعتقادنا أنه لا يكون أمر إلا بإذن من الله أزوجه أجزاكم الله خشامر طبعا حتى في هذه الضججة وهذه الكلام حول هذا المرض والذي عام طبعا ربما العالم وكثير ربما يخاف من قضية المرض والإصابة به وأنه مرض مميت وربما نسينا أن الأمراض لا تقتل بذاتها وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأرواح وأنما جعل هذه أسباب وأن حتى لو أصيب الإنسان بالمرض ليس معنا أنه سيموت بهذا المرض وحتى وإن مات لو كان مسلما سيكون موت على شهادة وعلى خير بهذا نعم طبعا شيء غمر أيضا أبو أنس ذكر في سؤاله الثاني ذكر كذلك قال أنه قال ما حكم من دخل مكة محرما للعمرة أحرم بالعمرة لكن قال لم يسمح له بأداء العمرة بسبب طبعا قال المنع الذي فرض في هذه الأيام لمنع دخول الحرم نتيجة للأمراض التي أو هذا المرض التي أدى بمنع دخول بعض المعتمرين إلى العمرة أو إلى الأداء الحج أو إلى منسك العمرة قال كيف من أحرم بالعمرة ومنع من الدخول كيف يتحلل وكيف يعمل في مثل هذه الحالة هذا حالة وقائية يفريضها المؤتمنون على تلك المواطن وهم مؤتمنون فيما بينهم وبين الله من حيث الأطباء في التقرير الصحيح ومن حيث ولاة الأمر فيما هو مصلحة عامة للمسلمين على كل حال إذا صح هذا المنع أو لم يصح المنع إذا حصل منع على الإنسان فإنما هو نوع حصار نوع حصار وقد أحصر النبي صلى الله عليه سلم جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة من المدينة المنورة وأحصر في الحديبة صلى الله عليه وسلم فكان من أمره أنذبح وحلق ونوى التحلل وتحلل ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وعدها العلماء في عمراته صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما حلق هو جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم جاءت ريح شديدة فأخذت شعورهم إلى حرم مكة فاستبشروا خيرا وتفائلوا خيرا في ذلك فيقال أنه إذا أحصر الإنسان ومنعه من إتمام منسك من المناسك فإنما عليه ما على المحصر الممنوع من الإتمام أيضا ذكر في سؤال الثالث أخي أبو أنس قال يسأل عن قراءة سورة تبارك ما هو فضل قراءة هذه السورة يقول أيضا هل الوقت الذي تقرأ فيه هل يمكن أن تقرأ قبل العشاء أو يسن أن تقرأ بعد العشاء فقط سورة تبارك لها خصائص كثيرة ومن أبرز خصائصها المنتشرة بنا إنها سبب في النجاة من عذاب القبر وعامة السلف يحبونها ليلا يقرؤونها ليلا قبل لا قبل المنام والبعض من الأخيار من الصالح من العلماء كان عندنا في البلدة كمفتي حضر موت المشهور كان مواضب عليها مع ألف لاميم تنزيل السجدة أكثر من عشرين سنة أكثر من عشرين سنة في كل ليلة في سنة بعدية العشاء يقرأ في الأولى بألف لاميم تنزيل السجدة هي المنجية ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فأكرمه الله بتلاوة القرآن في قبره الله يكرمنا إن شاء الله آمين آمين أختم الأسئلة أخي أبواليس التي أرسالها إلينا كذلك هو تساءل طبعا في هذه الأيام كذلك ربما نجد أنه في كثير حتى من الدول وفي كثير من المناطق أعلن أنه الناس أنهم إذا أرادوا أن يصلوا الجماعات إنما يصلوها في بيوتهم وربما الجمعة منعت في بعض المساجد في بعض الدول وطلبوا من الناس البقاء في بيوتهم لا يخرجوا للجمعة ولا للجماعات ولا حتى للاجتماعات الدينية أو المجالس وغير ذلك أو المجالس العلمة وغيرها أخي أبواليس وغيره كذلك يتسألون يقول هل من الحكمة أن يلجأ الإنسان إلى بيته أن يجلس في بيته ويمتنع من حضور الجماعات وحضور الدخول إلى المساجد وليتجى الله سبحانه وتعالى أم قال أن هذا الوقت نحن بحاجة إلى أن ندخل إلى المسجد بحاجة إلى أن نحضر الدروس بحاجة أن ننتج لله سبحانه وتعالى في المساجد حضور الجماعات وغيرها قال كيف نوفق بين هذه الأمرين الحمد لله أولا الذي أفتى بذلك هو عدد من دور الفتوى وهيئات الأوقاف التي فيها علماء كثير في العالم الإسلامي هذا أولا الأمر الثاني أن الأمر يرجع في الحقيقة إلى ضابط ذكره الفقهاء وهو قضية التأذي والإيذاء فمن خاف على نفسه أو خيف على غيره منه فإنه هذا عذر من أعذار له من أعذار الجمعة هذا بالنسبة للفرد بالنسبة للفرد فإذا عمّ هذا عمّ هذا جعله بعضهم كنظير المطر ونظير ما فعله سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان مطر ووحل شديد بالناس فأذي لهم في ترك الجمعة وقال لا أريدكم أن تأتوا في كذا وكذا حتى تتأذون تقدير قضية الخوف تقدير قضية الخوف هذا في الحقيقة يرجع إلى الإطباء المختصين الثقات المسلمين ما هو التقدير لهذه القضية هل هذا المرض مرض شديد مرض معدي مرض يغلب على انتقال هل يغلب الانتقال في كافة شرائح المجتمع رجال ونساء صغار وكبار هل هذا المرض مرض شديد أم هو مرض وهمي فظلنا بعد ذلك عن ما يذكر عنه من حالات الوفيات فهذا في الحقيقة الحكم في أصله ليس للعلماء ليس للعلماء هذا في الحكم في أصله الأطباء المختصين بذلك هم الأمناء وهم المؤتمنون فإن قرروا ما يوافق الطب الذي درسوه والتجربات التي جربوها وتعرفوا عليها فينبغي نصغى لهم وعلى غرارهم ينبغي أن يعمل الناس وعلى غرار تقريراتهم ينبغي أن يعمل الولاة له الولاة الأمر وإن توخموا أو ضغط عليهم أو غير ذلك فهم متمنون سيتحملون هذا في رقابهم أو القيام وولاة الأمر عندما يمنعون من أمر من الأمور إن قام منعهم هذا على مصلحة عامة صحيحة راجحة واضحة فهم معذورون في ذلك إذ أنه ما جاءت هذه المساجد إلا لنفع المسلمين أقيمت المساجد أصلا لمصلحة المسلمين و لنفعهم فلا يتأتى أن نردهم إلى مساجد يكون فيها ضررهم لسيما إذا كان الضرر محقق أو غلب على الظن وقوع هذا الضرر طبعا سيختلف الأمر غالبا من بلاد إلى بلاد ومن مكان إلى مكان ومن فترة إلى فترة ومن بداية مرض إلى نهاية مرض هذا أمر على الأرباب الإختصاص لا يجوز لطلبة العلم بحكم أنهم يعرفون أن هذا فرض عين أو أن هذا فرض كفاية أو أن إظهار الشعار بالجماعة هذا سنة كفاية أو سنة عين لا يجوز أن تحكم على تخطئات الآخرين وتجهيل الآخرين كما لا يجوز للطبيبي أن يقول لا أنا بحكم ما أفهم لا تصلوا لا ليس غرضك الطبيب يظهر التقرير والعالم يبرز الحكم ووالي الأمر ينفذ ذلك الحكم فلا داعي لكثرة البلابل لكثرة القلاقل إذا أمكن من ولاة الأمر إذا أمكن أن يحيا وأن يظهر الشعار ولو بعدد قليل متمن على صحتهم متمن على اللي ليس فيهم مشكل المكان معقم يجب عليهم أن يظهروا الشعار هذا محل إظهار الشعار ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الجمعة لا تقام فيهم الجماعة اللي استحوذ عليهم الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمور متكاملة ما بين ثلاث جهات في الحقيقة على كل جهة أن تتق الله عز وجل وأن تخرج الأمر على وجهه الجهة الأولى جهة الأطبة الجهة الثانية جهة الشرعيين ليحكمون بالشرع ألفون حكمة شريعة الجهة الثالث جهة المنفذين وهمولات الأمر وبعد ذلك إذا جاءت مجتمع الثالث الثلاث كلها فأنت فيما بينك وبين الله محذور تريد أن تبتهل تريد أن تتضرع إلى الله تريد أن تشكيلها بس ما نزل ذنب من السماء ما نزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا رفعاء إلا بتوبة ومن قال لنا أن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله وتصحيح الأوضاع والإقبال على الله وتلاوى الذكر الله وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة استعانى بالصبر وبالصلاة من قال لنا أن ما تصح إلا في المسجد لا تصح في الصلاة أما إذا واحد بيعرض نفسه للخطر أو يعرض غيره للخطر من نفسه لو كان عنده مشكل العلماء رحمهم الله قالوا بما سألت إذا وقع الطاعون في بلد لا يخرج منها قالوا من لا يخرج منها هل هو من أصيب الطاعون أو لا قالوا كل أحد من أصيب الطاعون ومن لا يمصب الطاعون كلهم يبقوا وهذا معنى ما يسمى اليوم الحجر له هذا معنى الحجر الصحي إذا تفشى تفشت هذا الطاعون في بلد أو هذا الوباء أو هذا الفيروس في بلد وخيف من أن يقوله بلد إلى بلد أو أن يزيده بلد في بلد أو نحو ذلك كلنا يلزم بلاده وكما هو شأن العقلة اليوم لم يسمحوا بالتنقلات إلا للسفن أو للقافلات التجارية حتى تبقى الحياة بين الناس ولم يسمحوا كذلك إلا بالحملات الإغاثية أو الرحلات التي هي ذات أمراض محققة بعد أخذ الاحتياطات والحيض هذا الحقيقة مقتضى الشرع ومقتضى العقل مقتضى الشرع ومقتضى العقل وقضية أننا نقول أن هذه تهويلات أو غير ذلك هذا نحن لا نعلم لا نقدر أن نقول أن هذه تهويلات ولا نقول ولا نريد أن نقول أن هذه شيء ينبغي أن يفزع منها الناس لا أفراط ولا تفريط نحن مؤتمنون أمام شرع الله تبارك وتعالى إذا اتمعت ثلاثة جهات وخاصة الفقيه العالم بأن هذا ينبغي أن يقفر يقفر الأمر ونلجأ إلى الله تبارك وتعالى ونضرع إلى الله نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن جميع المسلمين خصوصا وعن جميع البشرية عن جميع البشرية عموما ومحوج الأمة شيخ مر أن تعود فعلا إلى التوجهات النبوية وأن تعود إلى التكاتف إلى التآزر وإلى اللحمة هذه التي افتقدناها كثير ربما الله سبحانه وتعالى يمتنع علينا بأن تعود هذه اللحمة فيما بيننا خصوصا في مثل هذه الأمراض لأن أيضا من مظاهر رفع البلاء إن شاء الله عندما يكون التفاهم كما ذكرتم بين جميع الطبقات سواء كان العلماء والأمراء وحتى كذلك عامة الناس هنا أيضا سؤال من أخي عبد الفتاح الحامد من اليمن ذكر في سؤاله فيما يتعلق بالعسل قال أنه الآن خصوصا كأنه مع وقته وموسم جنوة العسل وموسم هذا الأخذ المحصول محصول العسل قال أنه بعض من الذين يشتغلون بهذه تربية النحل يقومون بخلط كمية من العسل مثلا الجيد أو مثلا كمية كبيرة من العسل التي جودته من خفضة بكمية قليلة من العسل الجيد حتى يتحسن ويتحول من الردي إلى أحسن قليلا في الجودة ويوعونه بسعر الذي بسعر الجيد وهو في الأصل مخلوط بين ليس كله جيد وإنما محسن بنوعا ما من غالبه الرديء والذي حتى تظهر فيه صفات الجودة والحسن الذي خلطوا به يقول فما هذا الحكم أولا هذا الفعل له صحيح وأيضا كيف لما يبعونه هل يبعونه بسعر الجيد أم يبعونه بسعر متوسط وأسمح لي شاء مرة أنا أسمع الإجاب منكم بعد أن أستخبر الاتصال من أخي أبو الوليد من اليمن أخي أبو الوليد هذا متصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هو من أصدقاء البرنامج أكيد نعم حياكم الله أخي أبو الوليد وسعدي بسماع صوتكم مرة أخرى الله يكرمكم بارك الله فيكم أخي الكريم نعم هل يجوز الدعاء يعني في الأوبئة هذه أن تكون في الكافرين كما النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وما وصل إلى المدينة كان فيها الحمى ومار اللهم أكعلها في القحفة فعط الناس يعني انتصارا لإخوان إخواننا المسلمين لما حصل عليهم من اضطهاد وظلم فيتمنى أن يكون هذا الوباء في بلاد الكافرين أو كذا هل يجوز الدعاء بمثل هكذا أمر هذا أمر أولا تفضل نعم صلى الله عليه السؤال الثاني ما أشرتم إليه البعض يعمم أن يكون العلاق بالعسل أو بحبة البركة هل يجوز أن يقول هل إنسان هكذا جزافا بمعنى نوع من اليقين بما ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية بأن فيها الشفاء وفيها الفائدة نعم المرقوة يمكن للإنسان يستعملها هكذا جزافا أما الأفضل العودة إلى مثلا من هو لديه مهرة في الطب العربي خبرة جيدة جزاكم الله بارك الله فيك أخيب الوليد وجزاكم الله نعم بارك الله فيك ونفعان الله وإياك شيخ عمر قبل أخيب الوليد كيف قضية خلط العسل الرديب الجيد يذكرني بقصة صاحبة اللبن تلك المرأة التي سمعها سيدنا عمر بن الخطاب تقول لبنتها أمذق اللبن بالماء أخلطي اللبن بالماء قالت يا أمه أن أمير المؤمنين نادى أن لا يمذق اللبن بالماء قالت وأين أمير المؤمنين إنه لا يرانا قالت يا أمه إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فعلم سيدنا عمر على بابها بعلم فاليوم الثاني سأل قالوا لهذه امرأة عجوز وعندها بنت صغيرة عذراء قال لأبنائه فجمع أبنائه وقال يا أبنائي من منكم يتزوج هذه البنت فرأى أبنائه بالنسبة لهم أبناء أمير المؤمنين وهذه امرأة فقيرة يعني لكن سيدنا عمر نظر إلى إيمانها القوي هذه البنت وقال لو كان بي رغبة في النساء لتزوجتها بنفسي ولكن من لا رغبة لي بالنساء فقال له عاصم ابنه الأكبر وكان من أبر أبنائه به رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم أنا أتزوجها فتزوجها فولدت له بنتا سماها ليلى ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان فولدت له عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين والخلفاء الناصحين رضي الله عنهم ومن هذا مثل هؤلاء الصادقين تنتج الخيرات والبركات لأمه نقوله المثل الأحباب هؤلاء الذي عليكم لا أقول لكم تبيعوه بالسعر الغالي ولا بالسعر الرخيص ولا بالسعر المتوسط الذي يجب عليكم أن تخبروا الناس بما فعلتم جميل لكي يكون الإنسان في شرائه على بينة من أمره قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنهما صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإنهما كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحق الله بركة بليهما فأقول لهم لا عليكم بيعوا صغيرا أو كثيرا أو بسعر متوسط أو بسعر جيد أو بسعر أكبر لا البيعوا بعد أن تبينوا جميل نعم جزاكم الله خير شاكرا خير وليد ذكر في السؤال عدنا إلى قضية الأوبئة وإلى قضية الأمراض قال هل يجوز قال أن يدعو أو أن ندعو بأن الله سبحانه وتعالى يجعل مثل هذا الأوبئة أو بغيرها من الأوبئة في الكافرين أن يحوله وأن يصيب به الكافرين نظير ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينقل الوباء المدينة إلى الجحفة وقال خصوصا أن البعض كذلك يقول أن هذا انتصار لبعض المسلمين بعض الفئات التي تم اضطهادها في بعض المدن التي تم أو كان انتشار منها المرض أو اكتشاف المرض كانت هناك مجموعة من المسلمين أو قليات المسلمين تعرضت طبعا الإبادة تعرضت إلى التعذيب تعرضت إلى التنكير وإلى التشريد قال هل يمكن لنا أن ندعو بأن الله سبحانه وتعالى وكذلك أن نفرح بأن الله أصابهم بهذا المرض كونهم ابتلوا أو كونهم تعرضوا لإخواننا المسلمين الحمد لله نحن بالحقيقة لا نرضى لأي مسلم أن يقع فيه سوء في الظاهر أو في الباطن وهذا من باب أحب الأخي كما تحبه له قضية أن نتألى على الله عز وجل هذه خطيرة جدا أن الله أصاب بلدة كذا وكذا في بلاد كذا وكذا لأنهم كما أصدر بصاب ووهان لأن هؤلاء الصين آذوا إخواننا في الإغار ونحو ذلك من قال لنا؟ الآن صار بلع عام من قال أن الله رساله لهؤلاء؟ ما رسل الله لهؤلاء؟ وعندما أصيب به أولئك هل خص به الكافرين دون المؤمنين؟ ولا عم البلاء لديمين؟ فلا ينبغي أن نقول أنه أذى لبلد كذا أو لقبيلة كذا أو لجماعة كذا إلا بنص وإلا نحن نقول لا نرضى في أي مسلم بسوء كما أننا نرى هذا بلاء يأتي من الله عز وجل وإذا أردنا أن نطلب أن ينقل كما أمر طلب النبي صلى الله عليه وسلم النبي طلب أن ينقل إلى منطقة مش مكان فيه ناس وإذا أحببنا أن نقول اللهم عليك يعني ارسل هذا على فلنقول على الكفار الذين لم تسبق لهم منك سابقة الهداية لا بس أعداء الإسلام الذين يؤذون المسلمين ليكون لهم عبرة فمن هنا قال على أننا نقيد الأمر بأنه إن كان في علم الله أما مسلم أو كافر نتوقع أن يسلم فلا نرجو أن يموته كافر لا نرجو له الهداية قبل أن يه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه للمؤمنين طاعون للمؤمنين موعظة ورحمة وأنه على الكافرين خسران هذا يخسر حياته ولو مؤمن مات عادوا شهيد صحيح الميت بالطاعون شهيد لكن غير مؤمن يموت هذا إلى جهنم وبيس المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا أمر خطير فإذا أردنا أن تنقل كما نقول اللهم على الآكامق والضراب والمواطن وبطون الأودية تنقل ما تكون بين الناس ولا نرضى لأحد من البشر فإن كان مؤمن فهو أخونا منا ونحن منه وأن كان غير مؤمن فأننا نرجو له الهداية من الله عز وجل ونرجو أن يكون إن أصيب بهذا أن يكون لخة موعظة والتذكرة حتى يعود إلى كما حصل الآن في عودة عجيبة حتى من غير المسلمين أصحاب الأديان الأخرى عودة إلى من يؤمنون به سبحان الله عودة إلى شيء في حركة كونية غريبة في الأمر وللها الأمر من قبلهم بعد الله خليكم لشيء سبحانه سبحانه وتعالى أيضا أبو الوليد ذكر في سؤاله الثاني قال أن البعض قال في هذه الأيام مع انتشار هذا المرض قال يجزم بأن علاجه بالحبة السوداء والعسل قال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاء بالشفاء بتناولها قال هل يجوز لنا أن نجزم فعلا بأن هذه أو أن العلاج لهذا المرض وغيره من الأمراض يكون بتناول مثل الحبة السوداء والعسل أم أننا يجب أن نعود قبل أن نطلق هذه الأحكام إلى من هم مشتغلين فعلا بقضية التداوي سواء كان بالأدوية العربية أو حتى بالعلاجات الحديثة سيمة هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو عقلنا إنما هي أدوية عامة لتقوية المناعة الحبة السوداء العسل الحلباء غيرها من الأدوية التي هي حقيقة من خواصية تقوية المناعة وطبعا هذا الفيروس إنما يأخذ من ضعفت منعته ولذلك حتى أكثر الوفيات كما يقال أكثر الوفيات هي في كبار السن ضعفت منعتهم أو الأطفال الذين لم تكموا منعتهم لم تكموا منعتهم بعد فإن فأخذها بنيت أن يتقوى المناعة عنده حتى يستفيد منها فلا بس لكن الجزم والله يعني يحتاج إلى نص الجزم يحتاج إلى إلى نص وإن كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل إياه من كل إداء يعني يحتاج إلى التعميم هذا يعني فيه جزم فيه ينبغي أن يكون يعني فيه مرجع يعني نعم جزاكم الله خير شيخ أمر أيضا هنا أيضا كذلك سؤال من أختهم عمر كذلك من اليمن ذكرت في سؤالها قالت أن هناك بعض الناس من يطلقون بعض الأحكام على بعض الناس بأنهم يعني سحر ومشعوذين ويجب أن نتجنبهم وأن نبتعد منهم قال ويخوفون الناس منهم هو قال يسأل هل فعلا لنا أن نطلق جزافا الاتهامات على شخص لو رأينا منه بعض الحركات وبعض التصرفات نحكم بأنه ساحر بأن إطلاق قضية أو لفظ الساحر يحتاج إلى أجلة أو يحتاج إلى موصفات معينة حتى نستطيع أن نطلق على أن هذا الشخص ساحر وليس بعض الناس ربما متصل بالصلاح وغير ذلك قد يطلق عليه لفظ السحر أو الشعوذة طبعا لا يمكن نطلق على أي شخص رأينا منه ما لا يعجبنا أو ما نتوجس منه أو نتوقع منه ضررا أن نطلق عليه بأنه لفظ الساحر لأنه إطلاق على الشخص بأنه ساحر أمر ليس بالعادي وأذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم ذكر أحكام متعددة جدا في قضية تنويع هذا الأمر من أراد أن يتابع المسألة ويحققها فليرجب إلى الأم للإمام الشافعي رحمه الله في قضية الساحر ومتى يقتل ومتى لا يقتل حتى الفقها عندنا الشافعية قالوا لو أن شخصا قتل آخر قتل آخر هل بالسحر هل يقتص منه قالوا لا يقتص إلا إذا اعترف وقال قتلته بسحري والسحري يقتل هنا يقتل يعترف بأمرين أولا أنه قتله بالسحر وثاني يعترف بأن سحره هو يقتل فهنا يقام القصص وإلا فهذه الأمور الباطنية والأمور الغيبية نحن ما نعرف ربما إنسان يتعامل ببعض الأشياء الوقاية والحذر هذا سنة القرآن وسنة النبوة قال الله عز وجل يا الذين أمنوا خذوا يحذركم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترس من الناس ولا يطوي عن أحد يشرح صلى الله عليه وسلم كان يحترس من الناس فالوقاية والحذر أمر محبوب محمود لكن التوجس والتخوف واتهام الآخرين بمجرد سوء الظن هذا خطير هذا خطير أمر سوء الظن بالمسلم مما بايع مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسلم وعلا يساء الظن به نعم قال العلماء إذا أظهره إذا أظهره بعض الأفعال وبعض الحركات وبعض الأقوال مما توهم ذلك فهنا سوء الظن به لا يرتقي إلى التحريم نعم لأنه هو الذي أضر به أضر بنفسه نعم لكن أن نتكلم ونقول ذاك ساحر أو ذاك مشعوذ أو ذاك كذا والله هذه الأمور تحتاج إلى تحقك قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يخلو منهن أحد الحسد والطيرة وصوء الظن وصوء بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فأمضي وإذا ضننت فلا تحقك لا تجل أنت حقك وإيش عجل أنت ترسل نفسك وخذ بأذكار النبوة والزم الآيات القرآنية والاستعاذات القرآنية ولن يضرك ولن يضرك شيء ولن يضرك شيء نعم نزاكم الله خشامر لو تكرمتم نخرج في فاصل وبعده نعود لنواصل معكم الحلقة نعم نخرج في هذا الفاصل القصير وبعده نعود لنواصل استقبال أسئلتكم ونواصل ما تبقى من هذه الحلقة نعود عليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب ننفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وافقنا ووافق أهلنا أعودنا عليكم من جديد أيها والأحباب في هذه الحلقة المباشرة من برنامج زدني علم ونستقبل أسئلتكم في هذه الحلقة سواء كان بالاتصال المباشر للبرنامج أيضا كذلك نستقبل أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب ولا عنوين تظهر أمامكم امتباعا أسفل الشاشة الشيخ عمر أيضا هنا سؤال من أخي أبو عبد الرحمن من الحامي طبعا ذكر قال في سؤاله قال أنه تتبعا تشاجر مع زوجته وقال لها إذا خرجت مع صاحبتك من البيت اعتبر نفسك طالق وقال طبعا وبعد أن هدأ قالت يعني سألت له كيف قلت يعني قضية التعليق الطلاق قال لها أنا قلت في نفسي إلا بإذني أي إذا خرجت مع صاحبتك بدون إذني طبعا لم يصرح لها إلا بإذني وإنما صرح لها فقط بصيقة التعليق الطلاق قالت الآن كيف هل تطلق فعلا إذا خرجت من البيت وهل فعلا إذا خرجت بإذنه لا يحصل الطلاق في هذه الحالة الحمد لله في الحقيقة هذا نحتاج إلى ثلاثة وقفات معه الوقفة الأولى أن قضية الطلاق وجعلها هي المعيار للتنفيذ فهذا أمر لا ينبغي ولا يحسن بالمسلم وهو من سوء العشرة يمكن إنسان يوقف زوجته بأي سلوب آخر غير سلوب الطلاق ويطلب من زوجته في الفعل والترك على كل حال فأبغض الحلال إلى الله الطلاق تشتيت الأسرة وتضيع الأولاد وتفكيك لا غير ذلك يعني يجب علينا معاشر الرجال لأن نتنبه لهذه القضية وقضية الطلاق هذه نبعدها تماما من القاموس حقنا حتى يكون الواحد هذه لم يكتنع وإن يتفرق يغني الله كل منه ساعة ما يتعطى أي اجتبع هذا الأمر يصدر بعد ذلك بكل أريحية هذا الأمر المحطة الثانية أن العلماء رحمهم الله قالوا أنه يصح التخصيص بالنية فإذا طلق الرجل من زوجته بنية معينة إذا كلمت فلانا فأنت طالق ونوى إذا كلمتها بنون إذني فهو لم يتلفظ بذلك ولكن نوى بقلبه وهو المصدق في ذلك فإن قال كنت قلت في قلبي أن مرادبه بإذني إذا خرجت إلى بيت أهلك فأنت طالق ونوى اليوم بقلبه نوى اليوم فهذا يصح التخصيص فلو خرجت في يوم آخر غير هذا الذي نوى فلا تطلق وهي إذا صدقته ترجع إليه كزوجة ولا تعتبر ذلك طلاقا وهو لا يعتبر ذلك طلاقا وهو مدان فيما بينه وبين الله الزوجة لأن الأمر هذا يعود إلى إلى ما في باطن المحطة الثالثة في هذا الجواب وهو قضية اعتبري نفسك طالق هذه منهم من يراها أنها صريحة أو قريبة من الصريح ومنهم من يراها أنها كناية اعتبري نفسك أنك طالق وبعض مشايخنا يميل إلى أنها أقرب إلى الكناية فإذا قلنا أنها أقرب إلى الكناية فلن يحصل بكلمة اعتبري نفسك طالق طلاق إلا إذا نوى الطلاق أما إذا هو عبر بهذه اللفظة ناويا التهديد أو التحفيز أو التشجيع أو المنع أو الحث ولم يقصد بذلك فراق هذه الزوجة عند اللفظة عند اللفظة فلا يحصل بها طلاق على من يقول بالكناية فهو لفظة يعني تقرب من الصريح وتقرب من الكناية بين بين وعلى كل حال الأبضاع يحطاط الأبضاع يحطاط لها ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الأشياء جملة لا في صريح ولا في كناية ويتخذ أسلوبا آخر في الوصول إلى طلباته من زوجته وعلى النساء أن لا يثرن الأزواج وليستخرجنا مثل هذه لا مثل هذه الكلمات ويعني ما أفضل أن تعيش المرأة لزوجها وأن يعيش لها يتعاونان على البر والتقوى وعلى طاعة الله وعلى أسرة كريمة ويرجوان أن يجتمعا في الجنة كما يجتمعا في الدنيا هذا أفضل شيء نعم نعم جزاكم الله خارج شخمار أيضا أخي عمر من جدة طبعا في رسالة عبر الواتساب ذكر في سؤاله قال إذا حلف الشخص وحنث طبعا بالحلف ولم ينفذ ما حلف به قال هو قال يكفر بإطعام عشرة مساكين ذكر قال هل يجوز لي أن أخرج مقابل الإطعام مالا مقابل قيمة هذا الأطعام أن أخرجها مال ووزعها لعشرة مساكين هو في عند الجمهور لا لابد من الإطعام بما نصت عليه الآية لكن عند السادة الحنفية نعم يجوز ذلك ولكن عليه أن يرجع إلى علماء الحنفية في معرفة القيمة فأنه من حيث حتى الإطعام في خلاف بين الحنفية وبين جمهور المسلمين جمهور العلماء فيرجع إلى الحنفية في تقدير ذلك في تقدير الأطعام الأطعام الذي سيعطيه العشرة مساكين يرجع إلى حنفية في تقدير ذلك لا يرجع إلى الشافعية لأنه لو جاء إلى عندنا الشافعية ربما أقوم له العشر الأمداد اللي هي بمعيار الشافعية لا ومعيار الشافعية يختلف عن معيار الحنفية فهو إذا يريد تقليد السادة الحنفية في قضية له إخراج القيمة نيابة عن المد فيجوز على مذهب الحنفية نعم مشهور هذا عنهم ولكن يرجع في تقييم القيمة على مذهب الحنفية مش على مذهب الله مذهب الشافعية نعم جزاكم الله خير الشيخ المر أيضا أخت زينب من اليمن ذكرت في سآلة قالت أن أحد الأخوات مضى عليها رمضان الذي مضى قالت وهي مريضة وحامل لا تستطيع الصوم فما استطاعت أن تصوم نظرا لمرضها ولحملها قالت ربما سيأتي عليها هذا العام كذلك وهي مريضة ولا تستطيع الصوم مرة أخرى هي الآن تقول كيف تفعل هذه المرأة هل يجوز لها أن تخرج الطعام الفدية وهل تسأل كذلك قيمة أو مقدار هذا الطعام بالكيلو هذه المرأة أولا نذكر عامة النساء التي بقي عليهم من رمضان شيء أن يحاول لأن معنا بقية رجب وشعبان ومعنا شعبان والسيدة عاشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من صيام في شعبان لأنها كانت تشغل بضيوف النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وخدمة بيته فتؤخر قضاءها إلى شعبان وترى أن النبي كان يهتم بالصيام في شعبان صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول الأمر الثاني مثل هذه الأخت التي أصلا ما استطاعت فهذه نقول لها لا عليك يا أختها فليأتي رمضان وإن قدرت على الصيام فصومي لم تقدر على الصيام فانتظري إلى أن تقدري لا يكلف الله نفسا إلا وسعه إذا وسعك أن تصومي فصومي أما كانت حامل ومريضة لا تستطيع ثم بعد ذلك بعد أن وضعت لا تستطيع القضاء وربما أتى عليها والآن حملت مرة أخرى أو أن أتى عليها رمضان الآن حتى لو لم تكن حامله لكن مريضة لا تستطيع الصيام لا يكلف الله نفسا إلى وقتنا إلى وقتنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام من أخرى نعم إذا كان هذا المرض الذي أصابها هو مرض لا يرجع برؤه غالبا هذا المرض خلاص يتبع الإنسان إلى نهاية حياته لا قدر الله فهذا يتحول الواجب عليها من الصيام إلى الإطعام هذا الذي على تلك المرة والله أعلم نعم جزاكم الله خير شيخ أمر أيضا هنا أحد الأخوان كذلك أرسلنا رسالة عبر الواتساب ذكر في سؤالها قال يتكلم عن أحكام اللقطة وقال أنه قرأ أن الذي يجد اللقطة بعد التعريف ويعرفها فترة فإلا مجد صاحبها فأنه يقوم بالتصدق بها مع إهداء ثواب هذا المال أو هذا اللقطة اللقطة لصاحبها يقول هل هذا الفعل صحيح هل من وجد اللقطة فعرفها فلما يجد صاحبها يتصدق بها ويهدي ثوابها للمالك أو لمالك هذه اللقطة وهل قال يكون لي أيضا أنا أشاركه في الأجر كوني قمت بالتصدق عنه بهذا المال نعم نقول له هل ليس صحيح نعم اللقطة ما وجد من حق محترم نعم غير محرز لا يعرف الواجد مستحق نعم ووجده ذلك الواجد في أرض عامة مشتركة نعم في طريق في شارع في موات في مسجد في مدارس عامة في أربطة عامة نعم هذا اللقطة نعم يأخذ هذه اللقطة وأمامه شيئان التعرف والتعريف نعم التعريف هذا واجب نعم مطلقا أراد أن يحفظها أو أراد أن يتملكها نعم التعريف بها حتى يأتي صاحبها فيأخذها وهو سنة كاملة نعم والتعرف عليها هذا إذا كان يريد أن يتملك نعم إذا يريد أن يتملك فليتعرف عليها حتى بعد ذلك إذا جاء صاحبه ووصفه الصفات التي يعرفها عليه أن يدفع أن يدفع نعم إذا تعرف عليها وعرفها تعريفا صحيحا نعم عرف تعريفا صحيحا فالآن له الحق أن يتملكها بلفظ تملكت هذه أدخلتها إلى ملكي فإذا تملكها صارت له كسبا حلالا طيب نعم فليأخذها وليستفد منها وإذا جاء صاحبها يوما من الدهر وغلب على ظنه أنه صاحب لا صاحب الحاجة التي أخذها فليدفع له قيمتها أراد هو من نفسه أراد هو من نفسه أن يتصدق بها عن الشخص الذي عن الشخص الذي يضيعها هذا حقك ولكن حقك تصدق به عن لا عن الغير لكن لو جاء صاحبها لا تقول لي تصدق بها عنك فتدفع شفك أنك أنت أنت الآن يمكنك أن تتملك أو يمكنك أن تحفظها سبحان الله أن يأتي أن يأتي يأتي لذلك عام الشيخ أمر قضية اللقطة والتعريف بها هل هو التعريف واجب إذا أخذ الإنسان لقطة لأن بعض الناس يأخذ اللقطة ثم يتهاون في قضية التعريف ويتركها في البيت أو ربما يرميها أو يعيدها مرة أخرى إلى المكان الذي أخذها منه هل إذا أخذها يجب عليه أن يعرفها بالتعريف الشريع الذي ذكره الفقهاء واجب نعم واجب أن يعرفها حفظا لحق إخوانه التعريف واجب كما قلنا حتى لو قال أنا أردت أخذها لكي أحفظها فقال فإن جاء صاحبها أعطيته إياها وإلا فهي محفوظة عندي واجب عليك أن تعرف والكثير من الناس يجي يقول لك إيه والله نعم ذهب فلوس له خمس ست سنين عندي ماذا أفعل اليوم نقوله عرف عرف سنة كاملة واذكر سنة الوجدان السنة التي وجدتها وبيّن بعض الأوصاف وكتن بعض الأوصاف لعل صاحبها إياه لعل صاحبها ياتي فتعريفه ويتعطيه فهذا من الأشياء غير الصحيحة الموجودة عند الناس نعم التعريف ذكر العلماء أنه يختلف باختلاف ذلك الشيء فتارة يكون شيء بسيط عادي لو عرف شهرا أو شهرين يكفي ذلك ويتملك وتارة يكون الشيء غالي ثمين ذهب وغير ذلك فيجب أن يعرفها سنة كاملة تعريفا صحيحا واجب هذا ثم إذا لم يعرف صاحبها فيمكنه أن يأخذها ويمكنه أن يبقى على يمكنه أن يبقى على حفظها نعم جزاك من الخارج أخمر أيضا أختي ومعمر كذلك من السعودية ذكرت في سؤالها قالت أنها تعاني من وجع في الركبة ولا تستطيع أن تصلي أو تسجد للسجود في أثناء الصلاة يتسأل الآن قالت كيف حكم صلاة هل لها أن تصلي على الكرسي تحرم بالصلاة وهي واقفة وتقرأ الفاتحة ثم عند السجود أن تجلس على الكرسي وتومئ بالاستجود أم أنه يجوز لها أن تصلي ابتداء على الكرسي كون أن ركوبتها تؤلمها وكثير يسأل الشخمار عن قضية الصلاة على الكرسي متى يمكن أن يجلس متى يباح للإنسان الجلوس على الكرسي وكما نعلم أنها ظاهرة الآن تشرت في كثير المساجد أن كل من كان به مرض ربما سمح له جلس على الكرسي وقال أنا مريض لا أستطيع أن أصلي إلا على الكرسي هو ما بين إفراطنا وتفريط والمفرطون أكثر من المفرطين فبعضهم الدكتور الطبيب المتخصص يقول له هذا يضرك لا تفعل هذا لا تقوم قائم لا تركع لا تعطي فركبتك ويأبا إلا يقول لك أنا ما أستروح إلا إذا فعلت هذا والله إذا كان له حال يغلبه فذلك فهو معذور بحاله وإلا يا أخي حافظ على صحتك فأنت ما أمرت بأن تهلك نفسك ففي الحمد لله يعني يقوم مقامل مقامل سجود أو مقامل قيام الجلوس مقامل جلوس ما قدرت الإطيجاع الاستلقاء يقوم مقامل الركوع الكامل الإيمة يقوم مقامل سجود الكامل الإيمة الحمد لله لا يكلف الله نسان إلا وسعى قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعت الذي تستطيع وفعله والذي لا تستطيع ليس عليك تستطيع القيام قوم تستطيع القيام مع الركوع قم وركع تستطيع القيام والسجود دون الركوع قم وسجد تستطيع الركوع والسجود ترك القيام الذي تستطيع إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا هذه الاستطاعة ما معنى الاستطاعة الاستطاعة الأصل فيها أنه يفعل ذلك شيء بدون مشقة أو مشقة لكن مشقة محتملة مشقة محتملة أما إذا كان يمكن أن يفعل لكن بمشقة شديدة أو مشقة ظاهرة لا تحتمل في العادة فلا يكلف الله نفسا إلا أوسا بل ذكر بعض العلماء أنه لو بيصلي من قيام بيحصل دوران عنده في رأس يجلس قال بعض العلماء لو حتى بيذهب بالخشوع وإنسان يعتاد الخشوع يذهب بالخشوع لا بس فلا نحن من المفرطين في الإيدة ولا نحن من أرباب التفريط كل من شعر بأي أدنى مشقة بسيطة جدا كان هاتولي كرسي كل من شعر بأدنى أم كان يصلي لو القيام يؤذيه لكن الركوع لي يؤذيك والسجود لي يؤذيك خلاص يصلي على الكرسي وقت الركوع يركع وقت السجود إذا كان السجود يؤذيك اركع فقط ويجلس على الكرسي فكل ما تستطيع فعل لأن القيام أمرنا به والركوع التام أمرنا به والسجود التام أمرنا به فلنأتي منه ما استطعنا نعم جميل جزاكم الله خير طبعا شهر مر طبعا وقت للحلقة تقريبا القارب على الانتهاء ولكن أختم بسؤال وهو مناسب كذلك نختم به من أخي محمد العطاس من اليمن هو يسأل طبعا عن أفضل السياغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل السياغة يمكن أن يصلي بها المسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله ذكر الإمام النوي رحمه الله في كتاب الأذكار أن أفضل السياغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سينا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا هذه بالمعنى يعني أذكرها ذكرها الإمام النوي في الأذكار من أراد أن يعود إليها وذكر هذه الصيغة نفسها أظنه الشيخ ابن حجر الشيخ ابن حجر في كتاب له لا أذكرني الآن هو عن النبي المعصوم أو الدور المنظومة أو نحو ذلك عن النبي المعصوم ذكر هذه الصيغة وزاد فيها بعض الزعض الألفاء والعلماء يتفقون أن الصيغة الصلاة الإبرهيمية أي أفضل الصيغة بحيث أنه قال لو نذر شخص لله أن يصلي على رسول الله بأفضل الصيغة فليصلي بالصلاة الإبرهيمية ولباس الإنسان أن يجعله كذلك صلوات أخرى يعني ينوع في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر متاح يا إيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم سيدنا علي بن أبي طالب له صيغة طيبة جدا وسيدنا عبد الله بن مسعود له صيغة نقلته كتب السنن والأولياء كثير لهم صيغة العلماء العاملين لهم كثير سيغة وكلها متاحة لكن نحن نتكلم عن أفضل أفضل الصلاة نعم جزاكم الله خير شهر صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ونجعل إن شاء الله كل ما قلت بميزان حسناتكم ونجدتكم الله عز وجل من عدم وفضله وينفع إن شاء الله بكم البلاد والعباد وهكذا وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة أيها الأكارم من برنامج زدني علم في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الثناء والدعاء لضيف الحلقة ونشكره على ما أفادنا بها وفيها وكذلك نشكره على ما تكرم به بالرد على أسئلات منص الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك بميزان حسنات وكذلك الشكر لكل من ساهم معنا من طاقم العمل في حلقة هذا اليوم وكذلك الشكر لكل من تواصل معنا في هذه الحلقة سواء كان بالاتصال أو كذلك عبر رسالة الأسئلة واعتذر كذلك لمن أرسل أسئلتهم متأخرا في هذه الحلقة ستكون إن شاء الله هذه هي الأسئلة معنا نطرحها إن شاء الله في حلقات مقبلة صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أسمعنا وأن يعلمنا أن ينفعنا والتقي بكم إن شاء الله في حلقات مقبلة في الأسبوع المقبلة إلى ذلكم الحين استودعكم الله في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وافقنا ووافق أهلنا وقربت إلنا في ديننا مع أهل القتر أنت وذكر ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا